في الأراضي المحتلة وتحديداً بعام 2021 تم إصدار كتاب فريق الآلة والإنسان بيتحدث عن تناغم الإنسان والآلة والإصدار كان من فرقة النخبة 8200 وتحديداً المؤلف رئيس الفرقة اتحدث هذا الكتاب وفصل وشرح عن سماح للآلة وتدخلها بتحديد أهداف جيش الاحتلال مهما كانوا بأي مكان بيكونوا لكن التخصص كان والحديث والشغل أكيد داخل الأراضي المحتلة وتحديداً في القطاع وهذا ما حدث بعد 7 أكتوبر تم تفعيل مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتبدأ بـ وكل واحد من هذه الأنظمة له طريقة عمل تختلف عن النظام الآخر لكن كلها تتهدف بنتيجة إلى ضرب المقاومين وعائلاتهم وأماكن تواجدهم وسكنهم ونبدأ الحديث عن نظام لفندر فهو ذكاء الصناعي معقد ومتطور متخصص باكتشاف عناصر المقاومة وتحديد أماكنهم وأهدافهم وفي السابق الأنظمة والمعلومات المشابهة لهذه الآلية وهذه الأنظمة كانت بعد ما تحدد الهدف تدخل بمجموعة من الموافقات لا يسمح لها بضرب الهدف وعند ضرب هذا الهدف كان يستخدم أسلحة دقيقة ونوعية قد تصل إلى الدخول من نافذة نوم الضحية واستهدافها وفعلاً سمعنا عن هيك أنواع عمليات من قبل جيش الاحتلال لكن بعد سبع أكتوبر ومع نظام لفندر قام بتحديد سبعة وثلاثين ألف نسمة من مواطني القطاع على أنهم أهداف مبرر القضاء عليها وكان يتقيم المواطن من واحد لمية كل ما زاد السكور أو الترقيم تبعه بالتالي يزيد درجة خطورته وبالتالي وجب استهدافه أسرع وأسرع وبشهادات أدلوها بعض ضباط ومجندين جيش الاحتلال لتحدثوا فيها عن خطورة ورعب نظام لفندر حيث أنه عبارة عن ذكاء صناعي أكيد لا يشعر ولا يعني يعطي أي قيمة للإنسان فقط يرتب حسب المعلومات اللي عنده فكان يعتمد على تحديد الهدف على عدة عوامل أهمها تواجده على الإنترنت وتحديداً الواتساب مجموعات الواتساب مراسلاته حركاته عمله والأماكن اللي بتوجه إليها وهون لازم ننتقل للحديث عن قصة الواتساب الواتساب أصدقائي صرحوا بشكل رسمي الفريق الأمني الخاص بهم أن هناك ثغرة داخل الواتساب بتمكن الحكومات من اختراق الواتساب ومراقبة الناس اللي بتقوم برسال الرسائل وتراسبهم بينها على الرغم من أن نظام الواتساب يعتمد على التشفير أو من الطرف إلى الطرف وهذا النظام يعتبر أنظم المشفرة القوية بحيث أنه أنت بترسل رسالة مشفرة توصل للطرف الثاني مشفرة لا في حدا بالمنتصف يشوفها لكن هذه الثغرة بتمكن الحكومات من تتبع هذه الرسالة في أسوأ الحالات إذا لم يتم اكتشاف ما في داخل الرسالة لكن من المرسل ومن المستقبل وأوقات التراسل وهذا الأمر يقال أنه تم استغلاله وبشكل كبير من قبل دولة الاحتلال وتحديدا من نظام لفندر وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة لأطلقها فريق واتساب لشركة متة إلا لم يكن هناك إذن صاغية وكانت شركة متة أمام خيارين يا أما فعلا بتسد هذه الثغرة وبترفع من أمانها ومصدقيتها بين الناس أو أنها بتبقيها مفتوحة وبتكسب حالها تجاريا بالسوق أما بالعودة للنظام لفندر ولشهادات الضباط والمجندين فكما قالوا كان يظهر النظام كل يوم مجموعة من الأهداف ويسلموها الطيارين في الساعة الخامسة صباحا مع منع كامل لمناقشة الهداف ومعرفتها فقط يأخذ إحداثيات وكان مهمته يروح يضرب هذه الإحداثيات ولا يكون في أي تدقيق بشري بعد هذا القرار تدقيق واحد فقط ليتم التأكد أنه هدف ذكر وليس أنثى أما عن نوعيات الاستهداف وطرقها فكان يتم استهدافها بما يعرف بالقنابل غير الموجهة وتعرف عسكريا بالقنابل الغبية لأنها قنابل تنزل بدون تحديد هدف دقيق وبالتالي تحدث دمار كبير بالمنطقة اللي بتنزل فيها فهي القنابل تميز أنها أقل تكلفة وبطابع تدميري كبير جدا وهذا فعلا ما شاهدناه من الفيديوهات القادمة من القطاع ومن عدد الضحايا ففي الأشهر الأولى من السبع وثلاثين ألف شخص اللي تم تحديدهم من قبل نظام لافندر تم القضاء على خمسة عشر ألف شخص لكن مع الأسف الشديد قسم منهم كبير جدا كان من المدنيين والنساء والأطفال وهذا ما يخالف مقولة وما يدعيه الاحتلال أن نظام لافندر نسبة للخطأ فيه فقط عشر بالمية والنجاح تسعين بالمية لكن الحقيقة وأرض الواقع أكيد جميعنا منعرفه ويخالف ما يحدث وما ذكره والمرعب أكثر بهذا النظام أنه في صلاحيات بيقدمها للجيش بإمكانية استهداف تجمع مدني ما يزيد عن ميت شخص في حال كان متواجد بينهم قيادي أو يشتبه بتواجد قيادي لأحد عناصر المقاومة على شرط أنه يكون قيادي أما كعنصر لازم تكون عدد المدنيين أقل من ذلك بكثير وفعلا تم هذه العملية الاستهداف فقط باشتباه وكيد نسمعنا عن كمية المجازر اللي حدثت أما النظام الثاني فهو نظام ويرز دادي أو وين أبي ومن اسمه فعلا تشعر أنه النظام مليء بالرعب والخبث وفي هذا النظام كانت مهمته استهداف عائلات المقاومين ولا يخفى عن أحد كم المدنيين الهائل والأطفال والنساء اللي تم استهدافهم فوفق قاعدة بيانات معينة كان يرجع لها هذا النظام كان يقوم بتحديد هاي العائلات وأماكن تواجدهم على أنهم عائلات لمقاومين وبالتالي يتم استهدافهم بشكل كامل بالتعاون مع نظام The Gospel وهو متخصص باستهداف الأماكن الذي يتحصن بها يعني المقاومين أو حتى عائلاتهم أو الأماكن الذي يشتبه أنه فيها مقاومين وفعلا الدمار الهائل اللي صار ما كان له أي يعني سابق بالحروب الماضية اللي صارت على القطعة وبرجع بأكد على نوعية الأسلحة المستخدمة اللي كانت فعلا تحدث دمار كبير جدا على عكس الحروب الماضية اللي كان يتم فيها تحذير الناس وعند استهداف القيادات كان يكون هناك أسلحة ذكية وبنفس الوقت دقيقة وهذا لا يبرر ولا يبرأ أكيد دائما الاحتلال من أفعاله اللي عم نشوفها اليوم ووجودة أمامنا وهيكا أصدقائي بكون نتعرفنا على النظام المعقد اللي من خلاله بيتم استهداف أهلنا باستمرار وهذا اللي بيتحدث عنه دائما إذا كان الصناعي والأمن السبراني أمرين وجب أنه نتعلمهم ونطوع أنفسنا فيهم باستمرار يا جماعة لأن هذه هي الحرب القادمة وكالعادة أصدقائي كاماكم عبيدة أي سؤال يسف سارش كوني بالتعليقات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته